بسم الله مرحبا بكم معايا في فيديو جديد غاني نديروه على الحريشات اللي كيجوا محمرين بهالطريقة اللي يشفتوا معايا كيجوا مقربشين من الخارج وطريين من الداخل بمقادير البسيطة ومتوفرة في كل البيت يمكن لكم تديرهم صغار على هاتشكل ويمكن لكم تديرها وحدة كبيرة يعني كتبقى الطريقة وخمخت الفة المقادير كيبقوا هما هما اول حاجة غالي نبدأ معكم هي المقادير غالي نبدأه بنسكيلو ديال سميدة رقيقة انا استعملت هاد النوعية انتو ما استعملوا الماركة اللي متوفرة عندكم في المنزل ديالكم غالي ناخد انسكيلو ديال سميدة غالي نحتاج الملح زيت الزيتون سكر سنيدة غانية وخميرة كيميائية اول حاجة غالي ندير معكم هي غالي ندير السميدة ديالي في البول على هاتطريقة انا نسيت ما ضفتش المقادير من اللول خميرة بودغ او لمعجون الخميرة اللي كان ديرو مع المدافي انا هنا وجدتو معكم في هاد الايناء اللي غالي نوريه لكم دابا نسيت ما عطيتوش من اللول يعني درت الخميرة بودغ وحد قريبا معي بقى كبيرة ديال الخميرة بودغ درتها مع دا في غالي نضيف لها سانيدة واحد قريبا معي بقى صغيرة ديال سانيدة وغنضيف لها الملح غالي نحرك هم حتى ان دابنهم عرضياتهم ويدوبوا لي في دا كل ما وغنخليهم في الجانب وغالي ناخد آآ السميدة ديالي غالي ندير لها الملح كي بقى الملح على حساب الضوء ديالكم غالي ندير سانيدة باش يتحمروا معي من الخارج ويجي فيهم داك اللون الدهبي كي يجي غزال غالي ندير زيت الزيتون نصف كأس من زيت الزيتون غالي نبسس آآ السميدة ديالي بها الطريقة حتى ندمجوا معي العناصر مزيان غا نستمر في التحريك حتى نحس بأن آآ السميدة ديالي شربت ليا ديك الزيت كاملها وتداخلت العناصر مع بعضياتها الملح وسانيدة يعني خاصني نحركها مزيان حتى تتندامج مع بعضياتها من بعد غالي نزيد لهم آآ الخميرة الكيميائية اول حاجة غالي نبدأ بالخميرة الكيميائية كنديروها كاملة من بعد غاندير فانيا كي تعطينا واحد الضوخ واحد لغوغ زال الحريشات ديالنا غادي نعود نحرك المقادر معايا بهالطريقة راح تتندامج مزيان ما من بعد ما حركت المقادر ديالي كاملين غادي نزيد لهم الماء والخميرة اللي اللي درت من قبل اللي صيبتها في الماء الدافئ يعني غادي نضيف هال المقادر السميدة ديالي وغادي نضيف قياس ديال الماء يكون دافئ باش غادي نخلطها وهتعطيني واحد العاجين اللي متماسك وكنخليها وانا دبا كنخلطها بالماء الدافئ حتى تعطيني ذاك العاجين المتماسك رهانتو ما كيف ماشتو معايا ما كندلك موالو يعني كامقا غي كنحرك بصبيعاتي هكو حتى كتتجمع معايا العاجين على هالطريقة من بعد غادي نضيف لها آآ سلوفان ولا الورق بلاستيك الغذائي غادي نضيف هالطريقة وغادي نخليها على الجانب حتى تخمر مني كيتضاعف الحجم ديالها على هاد الشكل يمكن لي ينستعملها باش نطيبها غادي ندير المقلة ديالي بسخن ومن بعد غادي نغادي نحتاج لهاد المول ولا هاد الاناء اللي غادي نصيب في انا الحرشة وغادي نحتاج لسميدة رقيقة على حسب انتو ما المول لي توفر عندكم انا غا نخدم بهذا كيعطيني واحد الشكل ديال الحرشة كيكون غزال اول حاجة غادي ندير غادي ندير فيه سميدة دقيقة وغادي نطيبها في بها الطريقة باش ما كتلصقش لي لانا كيف ماشتو كتكون شوية رخوة العجينة يعني باش ما تلصقش لينا في الاناء هانتو ما من بعد ما تضاعفت الحاجينة ديالي غادي نديرها في ذاك الاناء اللي اختارت باش انا ندير فيه الحرشة ديالي من بعد كندير سميدة من الفوق تاني كيف ماشفتو رادرتها في الول ومنين درت العاجين ديال سميدة عاو تاني درت سميدة من الفوق غا نديرها في الطفل ديالي اللي سخنات اه كيما ايلا رضيتو البارة ما درت ليها لا زيت لحت حاجة كالطيفة العادية ما ما تحتاجوش لانا فيها الزيت من الداخل اه وهاد الاناء هاد المول اللي ندير بها انا الحرشة كيجي سهل وكي تزول مع انا بكل سهولة ما كيلصق محت حاجة خصوصا انا ندر ناس ديك سميدة اللي كتكون حائل بنا بانها تلصق فيها العاجين غا نعود معكم طريقة مرة اخرى غادي ندير سميدة في المول ديالي بها الطريقة غا نعود ندير العاجين غا ندير لها سميدة من الفوق باش ما تلصقش معايا في الطيفال ديالي وكن نوضعها في الطيفال بهالطريقة كنضغط شوية ومن بعد كنحيد المول وكي تزول معايا بكل سهولة ما كيلصق محت حاجة عاو تاني داك الدائرة اللي كتكون لصقا كنضغط عليها واحد شوية وكيتحيي دي يعني ما كن ما كي وحلني محت حاجة هال المول كي كان صيب به ليطاخت كان صيب به الحرشة يعني كان صيب به الكيكي لادرت فيه داك الورق ديال الطبخ يعني كيلق ليه في جميع الاستعمالات غا نقلب الحرشة ديالي بهالطريقة مني كالطيب من تحت وغا نخليها الطيب على جهة الخراب من بعد غا نستمر انا بنفس الطريقة حتى نحط الحرشات ديالي كاملين يعني كي بقى لقياس ديال الحرشات ولا الحجم ديالهم اختياري لكم كي اللي كيدرون صغار كي اللي كيدرون متوسطين كي اللي كيدرون حتى كلها يعني كيف مقت لكم المقادر كي تبقى هي هي والطريقة اللي كتختلف بغيتهم صغار ولا كبار ولا متوسطين كي بقى الاختيار لكم وعلى حسب المول اللي عندكم في المنزل ديالكم انا غا نستمر بهالطريقة حتى يتحمروا معايا الحرشات ديالي كاملين أبقى نقلبهم حتى يتحمروا من جميع الجوانب كي يجيو غزالين محمرين من الخارج مقرمشين ومن الداخل كي يجيو طريين ولدادين كنصحكم تجربوا هاد الوصفة وكما كلكم ما قادر بسيطة ومتوفرة في كل منزل ما بقاليا إلا نقول لكم رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم الصحة والسلامة واللي تمنيتوا إن شاء الله كانت منا هاد الشهر الكريم نحققوا في جاء اللي بغينا ما بقاليا إلا نقول لكم السلام عليكم